أهلا بحضراتكم من جديد ونبدأ معاكم الحلقة في المواجهات وترتيب الفرة في الدوريات العالمية والبداية دائما بيكون من الدوري الإنجليزية نتابع باعتكم الجداول ونروح لإنجلترا ونشوف مواقف الفرة ليبربول في المركز الأول قدام حضراتكم على الشاشة بـ 18 نقطة بعد 6 جوالات مفيش تعادل بسم الله من شاء الله مفيش هزيمة وبالتالي ليبربول هو متصدر الدوري الإنجليزية ليه منشستر سيتي في المركز الثاني 13 نقطة مركز الثالث ليستر سيتي 11 نقطة هتساوى مع أرسنال في المركز الرابع أيضا بـ 11 نقطة وستهام ينايتد كمان في المركز الخامس بـ 11 نقطة واضح جدا لدوري الإنجليزي هتكون منافسة ما بين ليبربول ومنشستر سيتي على لقب بطل الدوري الإنجليزي نروح سريعا إلى أسبانيا علشان نشوف ترتيب الفرق الأسبانية اللي هتكون يعني مفاجأة الدوري الإسباني بالنسبة لي مفاجأة لحد الوقتي بسبب الترتيب ريال مدريد في المركز الأول 14 نقطة ريال سوسيداد في المركز الثاني 13 نقطة وأتليتكو مدريد 13 نقطة في المركز الثالث أتليتك بلباو 12 نقطة في المركز الرابع وجرانادا بعد الفوز على برشلونة أكيد ساهم في ارتفاع عدد نقاطه في الدوري الإسباني الـ 11 نقطة موجود في المركز الخامس هتقولولي فين برشلونة؟ أدوكم برشلونة في المركز السادس يعني عنده عدد نقاط يعني قريب من جرانادا لكن برشلونة في المركز السادس بعد ما لعب ست جوالات فاس في ثلاثة وتعادل في واحدة وخسر في اتنين برشلونة أكيد عنده بعض المشاكل في غياب ميسي نروح لقى الدوري الإيطالي ونبدأ معاكم بإنتر ميلا اللي أنا شايفه واحد من أقل مرشحين اللي هيكونوا موجودين السنادي في الدوري الإيطالي أكيد مع اليوفنتس لكن 15 نقطة موجودين في رصيد إنتر بعد خمس جوالات لم يتعادل ولم يهزم يوفنتس في المركز الثاني 13 نقطة التالانتا في المركز الثالث بعشر نقاط ونابولي في المركز الرابع بتسع نقاط يتساوى مع نابولي في المركز الخامس كالياري نروح للجوالات القادمة والمقبلة في الدوري الإنجليزي وكالعادة تايماً البطولة أو البداية بيكون من البرمير ليك بكرة السابق 28 سبتمبر إن شاء الله الساعة واحدة ونص ليفر بول عنده مباراة قوية خارج ملعبه أمام فريق شيفلد يونيتد الصاعد من دوري الدرجة الثانية تشلسي الساعة الربعة مواجهة أمام برايتون وآخر الجوالات في الدوري الإنجليزي ساعة ستة ونص أفرتون على ملعبه ما بين أفرتون ومنشستا سيتي في لقاء قوي أعتقد أن السيتي عنده أو ليفر بول عنده فرصة أنه هو الأفرتون يحقق نتيجة إيجابية وأنا ما أعتقدش عشان أفرتون زي ما حراركم عارفين دايماً أنه مش بيساعد ليفر بول لكن لو حصلت المفاجأة والأفرتون قدر يتفوق أعتقد وليفر بول كسب ممكن كمان الفارق يتسع ويقدر ليفر بول يحسم الأمور من بدري شوي يوم الاثنين آخر مباراة في الدوري الإنجليزي قمة الدوري الإنجليزي الساعة تسعة ما بين منشستر ينايتد وآرسنل ومباراة قمة ما بين الينايتد وآرسنل ونشوف مين فيهم اللي هيدر يحسم قمة الدوري الإنجليزي مش بنتكلم في قمة يعني كقمة بين أول وتاري بنتكلم تاريخ كبير جداً بين الفارقين وقدروا أنهم يصنعوا تاريخ ومجد وكان دايماً آرسن نافينجر وسير أليكس فريكسون ممتعة مواجهة رائعة أيام ما كان الفرقتين في عزهم أيام اللعيبة والنجوم الكبار جداً جداً اللي دلوقتي شايفين الفرقتين بيعتمدوا على عدد أكبر من النشئين وصغار السن نروح الدوري الأسباني نعرف المواجهات القادمة والبداية من الساعة واحدة تيتك بلباو في مواجهة مع فالنسيا ساعة أربعة ختافي مع برشونة في مباراة صعبة جداً جداً برشونة عنده مشكلة على فكرة فالملعب ده ممكن ما يعرفش حقاً نتيجة إيجابية إلا إذا يعني لعبة برشونة كده استجدعت ووقفوا مع بعض ووقف حلوة وقدروا أنهم يحسنوا الثلاث نقاط وقمة الدوري الأسباني ودوربي مدينة مدريد ما بين أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام فريق ريال مدريد الساعة 9 يوم حافل باللقاءات لكن اللقاء الأهم بالنسبة لنا كأهلوية الساعة 8 مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني نروح لها دوري الإيطالي دوري الإيطالي يوم السبت والبداية من الساعة 3 يوفنتس أمام سبال الساعة 6 سامبدوريا أمام انتر ميلا يوم الحد تستكمل باقي المواجهات نابولي وبرشيا الساعة 12.5 لتشي وروما الساعة 3 وميلا وفيورنتينا الساعة 9 إلى 4 نفكر حضراتكم بقائمة الهدفين في الدوريات الكبرى والبداية من الدوري الإنجليزي كالعادة سورجي أجوارو 8 أهداف مع منتشستل سيتي وتامي أبرهام لاعب الإنجليزي لاعب صاحب البشرة السمراء سبع أهداف لاعب نادي تشيلسي وأوباميانج لاعب أرسنال 6 أهداف يتساوى مع تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي بـ 6 أهداف ورحيم السولينج 5 أهداف وأخيلا أشلي بورنس لاعب بيرنلي بـ 4 أهداف الدوري الأسباني نروح له ونتابع قائمة الهدفين طبعا لاعب فيا ريال جيرارد مورينو 5 أهداف كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد 5 أهداف ولورنزو مورن لاعب ريال بتيس 5 أهداف رؤول جارسية من أتليتك بلباو 4 أهداف ودانيال باريخو لاعب فالينسيا 3 أهداف وخيمي ماتا لاعب ختافي 3 أهداف نروح للدوري الإيطالي ونشوف قائمة الهدفين براردي لاعب ساسولو 5 أهداف زاباتا لاعب أتلانتا 4 أهداف وإيموبيلي لاعب لاتسي 4 أهداف وماركو منكوسو لاعب لتشي 4 أهداف وألفريد ألفريد وش دوناروما لاعب بريشيا 4 أهداف وكريشتو لاعب جنوة 3 أهداف وكده يكون خلصنا مع حضراتكم قائمة الهدفين خلصنا معكم الجداول خلصنا مع حضراتكم المواجهات المقبلة وخلصنا معكم أخيرا قائمة هدفين الدوري أو دوريات الإنجليزي والأسباني والإيطالي ترجمة نانسي قنقر